اخواني واخواتي في كل الدنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم واتمنى لكم وافر الصحة والعافية انا عايز رأي حضرتكم يعني عايز رأي حضرتكم تقولوه في الكومنتات او في التعليقات لاني محتاج فعلا لرأي حضرتكم دلوقتي لما نكون عايزين نقدم علاج او خدمات علاجية لوجه الله تعالى للمرضى الغير قادرين نوصلها ازاي يعني نعالج ازاي المرضى الغير قادرين فعلا لان احنا كنا بنعمل اليوم الصحي او اليوم الاقتصادي وبنقول ان في هذا اليوم مثلا هنعمل حقن الرجبة بخصم مثلا 30% تمام يعني قدر المساعدة اللي بنقدمها لكل مريض غير قادر 30% او بنقول في خلال شهر رجب او شعبان هنعمل الحقن والتردد الحراري مثلا بخصم 25% بمعنى ان الطبيب هيتنازل عن اتعابه وحنقدم من الزكاة او من الصدقة لغير القادرين ما يقدروا الجزء ده اللي بيحصل ان بيكون العكس ان القادرين هم اللي بيقدروا ييجوا في الايام دي ويستفيدوا من من الزكاة والصدقة او من المساعدات اللي بتتقدم غير القادري هو بيعتبر ان الدكتورة عامل كده زي ما بيروح سوبر ماركتو بيقول في عرض عندنا ان احنا العرض ده خصم 20% بمناسبة مش عارف ايه فبيعتبر ان في الطب زي التجارة او زي السوبر ماركتو فالفلوس بتاعة المساعدات او الصدقات او الزكاة بتوصل للقادرين وليس غير القادرين بيبقى غير القادر برضو مش موجود فقولنا مش هنعمل يوم صحي تاني ومش هنعمل حاجز مع خصومات واي مريض يا جماعة غير قادر لما ييجي عندنا العيادة يقول انا غير قادر اه او انا يعني يا دكتور انا غير قادر ما تاخدش مني اتعاب بتاعتك يا دكتور انا غير قادر ما تاخدش مني الاتعاب وساعدني في فلوس المستشوى فنقدر من فلوس الصدقة والزكاة نساعد في المريض اه اللي بيحصل لقينا برضو ان في ناس هي لما بتروح للدكتور بتفاصل هو هو متعود يفاصل يعني هو دايما مفترض ان الفلوس اغلى مع ان احنا مفصرين الفلوس الدكتور اتعابه كزا والمستشوى فهو بيفاصل احنا بنفكره غير قادر بنفكره يعني فقير فبنديله من الفلوس دي هو بيفكر انه هو يعني اشطر شاطر فخد وهو خد فلوس صدقات وزكا ومش وهو قادر هو بيفاصل من باب انه هو بيفاصل الشطارة هو متعود على كده فاحنا مش عارفين نوصل المستحق في في حين ان في فقراء حقيقيين احنا عايزين نوصل لهم مال ربنا ده مش فلوسنا احنا ده مال ربنا عايزين نوصله ليهم هم تحسبهم اغنياء من التعفف ما بيطلبش يعني هو فقير لكن ربنا ما ننعليه برفعة النفس فما بيطلبش لا يطلب خصم ولا يطلب اي حاجة بيعرف ان هو غير قادر بيمشي وما بنعرفش نجيبه ما بنعرفوش لانه تحسبه من جهلنا بنحسبه يعني من الاغنياء لانه متعفف فاللي فمش عارفين نوصل المساعدات للمرضى الغير القادر تمام غير وحيانا نشوف غير قادر هو متخيل غير القادر يبقى مش هيدفع فلوس يعني هو هيعتبرني انا الدولة او انا الحكومة فهو مش هيدفع حاجة خالص ان احنا حنروح ندفع له فلوس مش مشكلة اتعابي والله لكن ندفع له فلوس المستشفى وفلوس الشركة اللي بتجيب التردد الحراري وفلوس المستهلكات والمصاريف دي كلها فبرضو ما هو ده مش حكومة او مش مش انا مش مش قادر برضو ان انا ادفع كل حاج فانا محتار انا مش عارف اعمل ايه انا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اه ونفسي ان غير القادر في واحد هيقول لي يا دكتور اعمل الخير الكلمة دي بتتقال كتير اعمل الخير وربنا شايف وماشي ده مصلحتي انا هعمل الخير والراجل القادر اللي خد الفلوسي هياخد الزنب وانا هياخد السواب مش ده اللي انا بفكر فيه ان شاء الله انا هياخد السواب انما غير القادر ما اخدش الخدمة غير القادر الفلوس ما وصلتلوش هو مش الهدف مني بس ان انا اعمل الخير وربنا يديني سواب وخلاص ما لكن الفقير الحقيقي مش لاقي العلاج مش عارف يتعالج انصحوني اعمل ايه? ازاي اقدر اوصل الحاجة المستحقنها بدون محد يخدعنا ولا ياخد حق الفقير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ولا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك